يعرف الصراف الذي رفع هذا الملصق في متجاره أن ما فعله كوميدي بامتياز لكنه لا يعلم بعد خلفيات القرار الذي تخذه مصرف لبنان في السابع من كانون الأول الحالي والقاضي برفع رأس المال الأدنى لمؤسسات الصرافة من 250 مليون ليرة لبنانية إلى 750 مليون للفئة ألف ومن 100 مليون إلى 500 مليون للفئة بي علما أن أمام هذه المؤسسات عددها 400 مؤسسة مرخصة تقريبا سنة كاملة لرفع رأس المال مصرف لبنان المعني الأول بالقضية ترفض أوساته الخوضة في التفاصيل مكتفية بالقول أن القرار التخذ وهو تنظيمي في المقابل العاملون في القطاع يستغربون كيف أن القرار عمم من دون سؤالهم عن رأيهم هالقرار مشحف بحقنا لأنه ما عنا لإمكانية ندفعها يعني اليوم 500 ألف دولار يعني 500 مليون و750 مليون يعني إديش بدك تتصمدهم شو أرباحنا نحنا بنربح ألف ليرة بالألف دولار أو ألف وخمسمائة ليرة إذا في الليلة نحنا من السوق أربعمائة شركة ومع مواصفين ونعيالهم شتة تلاف عائلة عم تتشرد أنا بعرف أنه الأستاذ رياض سلامي عنده ضمير وإنساني وبيتفهم هالموضوع بقى لهالسبب بناشده أنه نشوف اللي يجب أن نحافظ على الإطاع في مقلب آخر عارفون في الملف الاقتصادي ينظرون إلى الموضوع بإيجابية تحديدا في ظل ما يحكى عن عقوبات وتضييقات غاية منها ضبط القطاع وزيادة الأموال الخاصة للشركات الصيرفية يكون شركات كبيرة هذا أجل كمان ضم التدابير اللي بعد مشاعات طلعت على لبنان بقصة مكافحة طبيعي الأموال وقصة هذا أنه عم يعطوا شوية مصداقية لقطاع الصيرف المالية ومؤسسات المالية تنظيمة هلأ ممكن يكون الأرقام المطلوبة كبيرة شوية على بعض الصرافين أنه ارتفعت أصواته اللي يتحملوها وهذا شيء طبيعي يفترض أن تكون هناك فترة تدريجية بزيادة رأس المال المؤسسات لأنه تضاعف 3-4 مرات يبدو قطاع الصرافة في لبنان على مفترق طرق مصيري خصوصا أن البنك المركزي بحسب المعلومات ليس في وارد التراجع عن القرار وإذا كان الجميع متفقين على ضرورة حماية القطاع وأهمية الحوار في هذا الصياق فإن تم تم يسأل عن الغيات والأهداف الحقيقية وعن سبب عدم توقيف ما هو غير مرخص من مؤسسات الصرافة